اتأمن خير بزيارة رئيس الوزراء لمحافظة المثنى واستثناء محافظة المثنى من فوائد قروض مبادرة الإسكان للمواطنين كون محافظة المثنى هي في مستوى الفقر وأنه نقص في عدد الوحدات السكنية وعدد المباني للأسف بعد زيارة رئيس الوزراء اللغة الاستثناء ولم نرى أي شيء أو أي قرارة صدرت بحق الاستثناء محافظة المثنى لذلك نطالب رئيس الوزراء بعد النظر بقرارة باستثناء محافظة المثنى من مبادرة الإسكان وإلغاء الفوائد التي تؤثر على حياة المواطن المسرعة مباشرة من منطلق ألزموهم بما ألزموا أنفسهم خلال زيارة رئيس الوزراء المحافظة نين يعني أمر وعز بزيادة المنح المحافظة نين البنك المركزي بالعاصمة بغداد منح كل المحافظات لأموال ولكن محافظتنا دائما مظلومة من المركز نحن هذا الضرر يقع على المواطن المواطن يعني يلمل سلفي على قطعة أروض يقدم على وحدة سكنية أنت لا ترفع السقف مال الفائدة 30 مليون و40 مليون هذا يرجع نتاج السلبي على المواطن وجودة العمل فنحن نطالب من خلال هذه الوقفة السلمية تشوفها نحن اليوم الصبح والناس دوام وشوف هذه الأعداد اللي أجت ومرور الوقت راح يزداد الضغط طبعا هذا المصرف هنا العقاري الفرعي ما مقصرين ولكن نخلال بالمركز نطالب دولة رئيس الوزراء باعتباره الرائع الرسمي لهذه القضايا أنه ينظر بعين الإنسانية محافظتنا محافظة الشهداء وتستاهل أنت شلون تقول محافظة المثنى الأولى بالاستثمار وأنت ما تدعم المستثمر نحن اليوم كأصحاب شركات استثمارية في محافظة المثنى من أجل المطالبة برفع الكاهل الذي وضعته التعليمات البنك المركزي أصل المبادرة هي لمساعدة المواطنين من أجل الحصول على وحدات سكنية ومحافظة المثنى تعاني من نسبة فقر في المحافظة لكن أصبحت الآن المبادرة هي كاهل على المواطن وليست من أجل مساعدته من أجل الحصول على وحدة سكنية مجلس الوزراء مشكورا عند زيارته للمحافظة قد استثنى محافظة المثنى من بعض التعليمات لكن نلاقي بعض المماطلة من البنك المركزي بوضع فوائد لا تسمح للمواطن من أجل الحصول على فرصة السكن اليوم خرجنا بهذه التظاهرة من أجل المطالبة من رئيس الوزراء من الحكومة المركزية تطبيق ما تطرق له رئيس مجلس الوزراء ومساعدة المواطنين من ورفع هذه الفوائد التي لا توجد بها فائدة للمواطن مساوية للأمر الذي يمر به من اتخاذ إجراءات من قبل الدولة على عكس ما يطلق بالإعلام بصراحة كان جدول رئاسة الوزراء المتمثل بالسيد محمد شاع السوداني أوعز إلى كافة المحافظين الالتزام والقرب من المواطن وتسهيل عملية البناء وجعلوا من الـ 24 مرحلة نهوض وإعمار بصراحة إنه قضية المجمعات هي فكرة قامت بها الدولة من دون أن تخسر أي شيء من ناحية أنه القروض يتم استقطاعها من قبل أصحاب الوحدات السكنية وبالتالي لا يرجع للدولة أي متابعة سواء كانت فنية أو مالية بهذا الأمر وبالتالي قضوا على شيء مهم وهو العشوائيات والسكن فاجئ أنه الاستثناء مجرد كلام ولم يتم لحد الآن بل أضافوا تعليمات خاصة جديدة تكل المواطن بحيث أنه استخدموا سقف مالي زيادة في عملية الاستقطاعات وبالتالي يرجع الأثر الأول والأخير للمواطن كصاحب وحدة سكنية